يا مساء الفل عليكم فيه أعداد كده ما بتتعوضش وفيه أعداد لما بنقعد فيها بتتكتب في التاريخ واللي مالوش كبير نشتري له كبير وأنا بقى كأمير كبير سامير مساء الفل عليكم ومساء الفل على دلاله سامير ولسه بقول إنه فيه أعداد كده الواحد بيكتبها في تاريخه إنه قاعد مع ناس بجد كان بيحلم نقعد معها فيهم الأيام ويسر معها صغيرة حلوة وإنت طبعا من الناس اللي كنت بتمنى نقعد معها أعطينا بقى رشدة بتاعتك اللي تخليك ما شاء الله محافظة على العشرة الحلوة اللي بينكم والله يعرف ما منزعلش بعض أو أنا إيه يعني عمري ما أتخانم عدلال أو أزغر معها هي تتعصب خلاص براحة عاج يا رجل يا رجل الإيد الشمالة إيه لا، تقليلها؟ اللي تقليلها جواً؟ لا لا لا، نحن الحمد لله دائماً متفاهمين عمرنا فعلاً مما تخانقنا يعني الحمد لله نمسك الخشب ما شاء الله فهو بني آدم طيب ومن بيت طيب ومتربي وعارف يعني إيه بيت ويعني إيه أسرة وأنا شرحه شاء الكلام لنling أو ي شوصي شكراً ماذا عندي تقول إيه أبداً؟ غداً طبعاً، مشهورة القصة بتاعتنا في الوسط الفني كل كان كل الممثلين، الكبار اللي أنا اشتغلت معاهم مرهنني إنه تتجوزي ها؟ أه إن أنا أتجوز أستاذ محمود مرسي، الله يرحمك كنت بعمل معا مسلسل في تونس وقال لي يا بنت يسيبك منه، ما بيتجوزش أستاذ محمود المليجي، الله يرحمه أستاذ إيحيى العالمي المخرج عبد المنع المدبولي أستاذ عبد المنع المدبولي كلهم ده الأساد زي كبار كلهم جورج نفسه جورج اللي هو عشرة عمره وصحبه اسألين أنا، اسألين أنا شفت أنا اتبهدلت إزاي؟ بس هو أخف دمي في اللي إصد يا الله يرحمه فريد شوق يا حبيب قال آه، الله يرحمه وكنا بنصور بالذات يا رب ولد أول فيلم لي؟ ده الملك ده أول فيلم أنا اشتغلت ده حالي كبير الملك بس قبل ما نتكلم في أي حاجة الله يرحمه كان راجل جميل جاء اللي إهلا لم أكن أتجاوز لي يا أخوة مالك أنت سيبني في حل قال لي زي بيت حلو زال أشطي مالك، مالك، مالك أتجاوزها بطريقة لذيذة جدا خلاص والله عشان خطرة كانت تعالى أنا أتجاوزك لفريد شاوي بس نعم هو يعني فريد لذاته كيف كلموه فريد شاوي عمل اللي عليه وخلاص نعم يعني مش مهم بقى أتجاوز أنا أتجاوزك هي كفقتني أحلى مكافأة بالدني جابت لي أحلى نجمتين في العالم نعم 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 وأنا طايف ديهم فدنيا وإمي يعني بيكملوا المشوار بقى كده ما شاء الله ربنا يحميهم وبيقدموا حاجات حلوة أنا أعتقد يعني نعم عملوا تشريف في الجيل بتاعهم جامد أو ربنا يكرمهم واجوازاتهم كمان يعني ما شاء الله ربنا يكون كباريا مثلاً حسن ورامي يعني هي عيلة عيلة ما شاء الله تفرح يعني كلها نجوم يعني كلها زي عيلة جاكسون عيلة جاكسون عيلة جاكسون تستنيتوا مدين أنتو الاثنين برضو عيد ميلادكو وغير بعض يومين وغير بعض لسه بتجيبوا هدايا لبعض وكده ولا؟ لا أحكي لك بقى قصة الهدايا ايوة أقولي بقى افتني عليه الهدايا دي بقى هو كان بيجيب لي قبل الجواز استنى بقى هقولك قبل الجواز كان بيجيب لي طيب أنا عرق مشوار استنى يا سمير استنى يا سمير سبا بس سبا سبا عشان بناسبة إن إحنا في برنامج صهرانين وصهرانين صهرة حلوة اه أول مرة أصهر في حياتي كان بعد افتتاح مصرحية أهلا يا دكتور ممكن هو مش فاكر إحنا فتحنا أهلا يا دكتور ثلاثة وعشرين واحد ألف تسعمائة وتمانين ده انتي عاية أه ربعا أروبة في التوالي فقبل ثلاثة وعشر عملت مصيبة في اليوم ده بص بقى مش أقفل قبل قبل ثلاثة وعشر واحد فيه 17 يناير اللي هو عيد ميلادي وفيه 15 يناير اللي هو عيد ميلاده ففي الفرقة وإحنا في البروفات لسه جابوا ترطايا لسامير يوم 15 يناير وأنا طبعا كنت لسه جديدة معبرونيش أنا مش فاكرة جابوا لي ترطايا يوم 17 ولا لا فأنا قلت له ده نعيد ميلادي معاك يوم 17 بعديك يعني بيوميني فراح جايب لي أنا لن أنسى بلته شيك جدا ودي كتأول هدية وأنا بقى إيه طالبة جاية من الزأزي ومعنديش بقى الحاجات بس ما بتشو تجوزته ها لا لسه ما تجوزني عادي ممثلة معاك الزملاء بيهدوا بعض ببلته ما كاللوه الزراعة على فكرة اه الزراعة برطا أنا خريج زراعة الزأزي وهو خريج زراعة اسكندرية اه المهم جاب لي البلته وبعدين بعد افتتاح المسرحية أهلا يا دكتور خرجنا نسهر الفرقة كلها سامير وجورج بقى وإيفا كل الركان والذين يتنمثلوا في الأمبرج دخلت أنا بقى وأنا لابس البلتو فرحانة به بيه جدا عارف نجيب الرحاني عندما هاته التربوش خدوا مني البلتو في الأمبرج أنا البلتو البلتو فعلاً زي النجوم زي ما بنتفرقت بالزبط في السينما طبعاً خايفة عن البلتو لأني فرحانة به جداً وخصوصاً إنه غالي وشيك ومن سامير؟ وكان ساعتها تبتدي تتحبيها تقديها يعني من أول أطفاء بس أنت إلا خلقتي تجيب البلطم هي برضو غريبة أنا مش فاكر جبته ليه؟ ممكن صعبت عليه صعبت عليه بقى الدنيا برد وقال دي أغسر حاجة والله هو مش فاكر فاكروا يا سامير البلطم أسود كده موجود لعندك أحد الوقت؟ لأ طبعاً والله ياريتني احتفظت به كان مفروض أول عربية أجبتها لما كنت بتسوها عربية صغيرة يعني الديركسيون كده تبقى حضة الديركسيون خالص يعني بيمسكوه كده خاف لحد يأخذ العربية دي كانت عربية أول عربية دي سيئة 133 سيئة 133 هو علمني حاجة سامير قال لي دايماً اشتري عربية جديدة حتى لو مركة أقل ما تجيبيش مستعمل أبداً فأنا بكره المستعمل فأنا تزليت في المستعمل على طول من أول ما أبتدي حاجة على الزيرو لما ربنا يفتحها علي وأغيرها أجيب برضو حاجة على الزيرو أكبر شوية إنما حكاية مستعمل دي ما أعرفش أبداً أنا أهدلت في المستعمل دي أول عربية جبتها يعني أجرت ميكانيكي لها مخصوص أجاب عربية ميكانيكي بتاعها أه الله يرحم اسمه معتمد أه لسه فاكره برضو فاكره أه وإسمه يعني اسمه لازال في بالدرجة بقول اسمه كتير في مصرحيات في اسمه معلق معي أه يعني يومياً عنده يعني العربين بابحاش أركابها يعني أخوة ده من عندي يقولي كده أروح ريالي أقوله كده لا لا بتلحقش لا لا بس واضح من المشوار ده النهية اللي كانت دايماً يعني أنا آسف كانت بتجري وراك وبتحبك أربع سنين لا مش عيب مش عيب أنا آسف على إيه شكلك مسيطني لا هو أنا اكتشبت حاجة حتى أنا قلتها قبل كده في البرنامج يعني أن الراجل يعني يخلص نفسه من الست اللي بتطرده طبع ده سيكون جميلة وحلوة يخلص من ده كله أن يجوزها عشان يخلص بس يجوزها عشان يقدر يقولها عالي نتبشيش إنما الأول ما قدرش أقولها لا لا بس خلي بالك يعني زي ما أنت بتقول الستات برضو يعني 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 فيه قصة بحكيها دايماً أنا ما قابلت مراتي أول مرة عادت معاه قلت لأنا هتجوزك على فكرة أول مرة طيب لاوت يبقى صدقة الست دي صدقة والبرضو بتل أنسي مش هجعنا مش عجواج فيه شباب أهو عملوا زي وفي الآخر برضو تجوشتها أتشوفت نفس نفس ظروف أنا وأنت زي بعض إحنا يعني إحنا ماشيين كده وخلاص إحنا ولكن الحمد لله ربنا كرمني برضو بزوجة الحمد لله وجابت لي أحلى أولاد في الدنيا برضو الله تشوفت ربنا خليهم على فكرة سلم لنا عليها الله يسعو الله شكراً شكراً حسناً نجاح كبير جداً وفيه أحلى بنتين تلعوا في الدنيا وبردو نجحين فإزاي عرفتوا تعملوا التركيبة دي يعني التركيبة صعبة أن إنتوا اللي أتنين شغالين كانت طول الوقت وعرفتوا تربوا البنتين دول أحسن تربية برضو فإزاي كنتوا بتوفقوا الموضوع يعني لو أنت عندك شغل أو هو عنده شغل تعملوا إيه؟ لا هو الحقيقة الفضل يرجع لمامتي الله يرحمها هي اللي كانت قاعدة معنا في البيت وهي اللي ربت دنيا وإميه يعني لغاية ما دخلوا الجامعة تقريبا إنها توفت 2009 أشوف بقى من 84 وهي معايا ومعايا في الحضانة والمدرسة وتقوم الصبح بدري وتشرف على المربيات يعني ففعلاً اللي بلأ أم حلهم ففعلاً الله يرحمها فعلاً هي اللي شالتنا كلنا بنسافر والمسرح طول اليوم أنا باستغرب السنين اللي فاتت دي كلها زي كنت شغالة مسرح كانوا لسه ناس بيكلموني على مسرحية قلتولهم لا لا يمكن ما قدرش ما بقاش فيه الطاقة بتاعة المسرح والصهر بالليل صعب فهي يعني هي اللي شالتنا بصراح صح الحاجة الله فبست فيهم نفس الحاجات العادات والتقاليد بتاعتنا والروح القديمة والتربية والأسرة والبيت ده غير إن إحنا الحمد لله برضو يعني كنا بنساعدها على قد ما بنقدرها لا أكيد طبعاً ولما جم متجوزوا بقى عملتوا معه ايه؟ أه لا الجواز ده صعب أنا بصراحة سلمتها هي المسؤولية في الحياة دي ليه بقى؟ هي هربت هل تعرف تتكلم؟ وماشاء الله هو بتتكلم عن الاتفاقات شوف دماغه راح فين؟ أه الاتفاقات هو دي عمل دي الحلو معاهم أنا بس هشوف كده بابي ده اه اوكي 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 العيلة وابن ناس من أصل اوكي ويقولهم اتفقوا معا ده ليش اه ويه حامة بقى او لا اين؟ لا ده أنا حامة جميلة جداً اه مش والله اسأل رامي واسأل حسن اه بيحبوني جداً يعني يمكن بيحبوني أكتر من دنيا وإنه اه انت صاحبتهم أجد ده طبعاً اه حقيقي والله أنا باجي في صفهم دايماً في صف حسن وفي صف رامي على دنيا وإنه اه دايماً يعني حاجات خيبة كده حاجات صغيرة يعني حاجات شبابي الحمد لله مش شكل العادية ما يتقعد لهاش يعني مش بتلجأ لك يعني مش للدرجات يعني اه لا لا وبعدين هو يعني أنا معودهم برضو ان أي خلافات بين الزوج والزوجة مش مفروض يطلع بينهم لأن هي بتيجي تقول للأم أو للأب وبعد كده بيستلحوا وينفضل احنا شايلين الهم فأنا قلت لهم الجملة دي بصراحة هم الله أعلم بقى هم بمسجين حالهم وعمل إيه من الأحفاد السغنانين بقى العسل دول عندنا حفيدة واشحة حفيدة ايه واح كايلا بنت دونيا كايلا بنت دونيا يعني نقول لك عايز ايه عز الولد عز الولد لجل الولد عز الولد ولد الولد لجل الولد بس يا لما جابت بنت بقى حسيت ان تقول عز البنت بنت البنت المفروض بقى كده الوقت كم سنة بقى دلوقتي أربع سنين ونص اه دي راحة المدرسة يعني خلاص اه راحة تتكلم معاك وتنقشك وحاجات كده بدوع تتكلم معاك بحكاية يعني أنا المتعة لما تتكلمني تعرف كلام الأطفال يجي حرف قبل حرف وحاجات كده دين متعة حياتي اكتر من أنا أشيل ودقوية صغنانة كده انا دلوقتي بقى تفكيرهم بقى بتعرف الأطفال الجيل ده دلوقتي يعني خلاص الموبايلات بقى واللابتوب والحاجات المشكلة وما فيهش انا عايزين محو أمية تكنولوجية انا وسمي وعملت معاك بازا زي ما عملت مع موتك بقى يا دونيا انت اللي بتربي دلوقتي اه لا دلوقتي بس الدنيا دنيا دوارة دنيا أشتر مني بصراحة ما شاء الله عليها دنيا أشتر يعني دنيا بتاخدها معاها في شغلها وهي بيبي كانت تاخدها كنت سعب بروح طبعاً أروح معاها إنما دنيا مهتمة بيها أكتر ما أنا كنت مهتمة بدنيا وإن بصراحة يعني يعني أم جميلة ما شاء الله ما شاء الله ربنا خلالك وربينا يحمينا وحماة دنيا بجو وبعدين حماة دنيا الحقيقة اللي هي مامة رامي ما شاء الله عليها ست جميلة ملاك دايماً تقول لي دنيا تقول لي حماتي دي فعلاً حماتي ملاك في فيلم اسمه حماتي ملاك أنا دا منطبق على حماتي لقوا رامي رضوان راجل جميل ومحترم رابنا خليونه أخت جميلة من إله أفرحكم بيهم يا رب أكتر حاجة مشهورة بيها وسط الناس أو وسط الوسط الفني أنت صاحبة واجب ومضيافة وما بتسبيش عزغ لما تعملي لواجب فرح لازم تروح تبركي عيد ميلاد لازم تروح تركي بصان طيبين بتحب تعملي دا دايماً طول الوقت دا واجب ولا فراخ ولا دا لا 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 لأ واجب عشان أنا من الشرقية وبابا الله يرحمه معلمني وماما اللي يرحمها معلمنا إن إحنا كان دايماً يقول لي روحي عزة وما تروحيش فرح لو أنت مش فضي قوي للفرح مش موام إنما العزة لأ واجب لازم تروح وببقى فعلاً رايحة من قلبي حقيقي بجد فبقيت مشهورة في الوسط أنا وسامير مسميني عزة عبدالعزيز وعزاء الجداوي هي والرجاء الجداوي ومرفة أمين يعني عمليه طقم واحد يتقلبي بعزاوي يتقلبي بالفرح بلت بوشي شكراً شكراً فلا أحس أنه ده واجب حقيقي آه بعدين بيقبوا كلهم زملالينة وقسات زالينة ويعني لا يعني كان فيه ناس دايماً بتقول أنه سامير خفاجة الله أرحمه الله يعني لما كان بيشتغل كان كل الناس حاوله وبتقرب منه بعد ما تعب وبطل ما حاجب أقسل عنه بس ناس كتير قالوا أن أنت الوحيدة اللي كنت بتروحينه طول الوقت بتسألي يعني هو كان يطلبها الله يرحمه يطلبها أما تأخر عليه ومن ثلاثة كده يطلبني أنت فين يا دلات وحشتيني هتجي لي إمتى لا حقيقة الله يرحمه كان رجل جميل مع أني عمري ما اشتغلت معاه ها معقول ها والله بس بس بحبه كبني آدم كإنسان أنا دايما أخاطب الإنسان جوه كل واحد يعني مش مش حكاية إن أنا عايز أشتغل معاه ولا عشان منتج ولا بتعلق يعني يمكن أنا ما قربتلوش إلا بعد معي لكن الله يرحمه من تالي فرق في المسرح يعني وجوده كان المسرح حاجة وبعدين المسرح بقى حاجة تالية لا 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 عمور ملك المسرح سامير خرجم بلا شك تعلم فيه فيديو كده تعلم نبص عليه ده أي كلام طبعا طبع هم عرضوا الفيديو ده على مترجمين كتير جدا مفيش ولا واحد عارف طبع اللغة ده يعني مفتحيل ولا أمك دي كنت مغنيها في الجامعة من أيام الجامعة كذا فيلمه كذا بتاع عرضه على المخرج يقولي آه يلا نعمل لكن مش كلام أصلا ده ولا حاجة كله ده مش كلام بجد ده أي كلام اللي طبعا يا زيزي يا زوزو روبين سان كروزو الحمد لله نسباته الحمد لله في الأومان تكنسك تكنسك ونسكت بحب الجريج هو سامير بيتميز إنه بيعرف يتكلم بلغات العالم كله ويحسسك إنه بيتكلم يعني يكلم فرنساجي يتكلم يمثلها يمثل فرنسي أمثل إن أنا أتكلم فرنسي لا أصلا ليس فرنسي لا إنما نفس السجع في المنزل أنا أعني أتكلم أن أتكلم كيف تكون كيف تتكلم كيف تتكلم كيف تتكلم كيف تتكلم فرنسي تتكلم صحة كيف تتكلم فرنسي أردت قد أن تتكلم فرنسي في المنزل وكيف تتكلم فرنسي لقد محببت كله كان لديك بالخبط وفي الهدف كيف تكون نعم بالسوداني كان مروح كان كما تتكلم فرنسية كلمة بس في صحتك. آه يقولها بكذا لغة. فيقولها بكذا لغة. السلامات. السلامات. السلامات في بلاد العالم كلها. آيو. يعني إزاي؟ المشهد جميل أو بيسو شاكرا في مسرحيتي. فيه. لقل لي فارس وبني خيبان يا بابا؟ حاجات. البعض مش يعني. لقل لي فارس وبني خيبان. غير فارس دي سكيتشات بقل كنت بعملها سكيتشات. لا يا بابا ده كان مشهد في المسرحية. انت كنت بتمسك الكاس انت وطلعت زكريا أو مصطفى رزق. هلا يا رحم. اسموه يا ده مصطفى رزق ممكن. آآ آآ. 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 لا. لقل لي مشهد عالي قوي. انت عارف أنا ما بتكرش أنا في المسرحية. يعني بتحضرلي المسرحية أول شهر. تيجي تاني شهر تلاقي حاجات جديدة. آآ. بيتغير كل مرة. بحس بمنا لازم أزود. حتى لقل لي ما معي يقولي. أنت موتش الحتة بيتحيله حيله بس أنت عندي أحلام يعني كل مرة بيطلع الجديد اه ايه أكتر فترة أنت بتحبها في شغلك يعني من تالي أنا كأمير بحب أتفرج على أفليم الفترة بتاعت السبعينات دي طبعا متعة متعة لغاية لوقت الساعة قاعد أبص في الأبيض ويسود ده استمتع به بالعبقرة بتوع زمان اللي لا يمكن أفتح القصارين مثلا نورمانديت وحاجات دي واسمان لسين بردور يا موح حضرتك كنت من العبقرة دي الحمد لله يعني أنا عباق عباق عبقرتي العبقرة طبعا عبسام نابلسي فيزا عبسام نابلسي طريقة دقيقة ايه مثلا أنت عصرت صلاح جهين صح طبعا ده أنا صلاح جهين لما عملت عملي كازا غينوا على فكرة الأطفال في الشغلة بتاع منتهم لو كان فطوطة طالعة كان حيجنن يعني حابب فطوطة أو حتى ينزل نقطة مرة كان بيك يعني في الأهرام أظن ولا إيه فعمل عملت ثلاث أهرامات ورح حطت فطوطة لوحده كده أنه هرم لوحده ما ننسيتش يعني فجاف مرة قال يعني فطوطة ده ممكن حد يكتب يكتب له يعني فكان مؤلف فطوطة أساسا السزعب رحمان شاء الله يرحمه الشاعر الجميل ده لوحده ما أعتقدش لأنه دي شخصيته هو وهو إنما من الحب فيها كان عاوز يكتب حاجة فطوطة صنع عشرين ده حكاية وجود عم راجب ما فيش حاجة اسمها لمستحيل وغالي في حاجة اسمها أصل الظروف بقى هنعمل إيه أحكي لنا بقى حدودتك دي والله الموضوع الموضوع كبير أعمل فيش حاجة بتكبر عربنا سبحانه وتعالى ربنا يا كريمك سبعين أنت بتسوق تاكسي برجليك بتسلح وتستعمل كل حاجة برجليك بفضل ربنا سبحانه وتعالى طبعا وأنا ولدت معاقب من الطفولة كان والدي والدتي الله يرحمهم كبار في السن فأنا كنت باعتمد على نفسي أن أنا أعمل حاجتي بنفسي وكده ايه نوع الاعاقة يعني؟ الاعاقة شلل في الزراعين تمليخ أثناء الولادة فأدى الاعاقة في الزراعين اللي اتنين اه طب حكي لنا عم راجب بقى أنت زي بتتعامل برجلك مكان ايديك فكنت في الفترة دي في المستشفى بتحجز لوحد وكده في الفترة عشان أعمل عملية أو علاج طبيعي أو كده عشان والدي والديت الله رحمه كان مكبار في السن فكنت بعمل أجهز حاجتي بنفسي أكلي هدومي ألبس نفسي كده كان والدي ما يجيب لي لعبة كالطبوز كنت أنا أفكها وأعملها برجلي اتعلمت أن أنا أمسك المفك واتعلمت أن أنا أمسك الألم وأكتب وبتكتب كمان برجلي أكتب أو برجلي كنت في الوقت اللي أنا كنت بتعلم فيه كنت في الكتاب حفظت الكرآن الكريم وكان على يامنا كنا بنكتم بألم حبر على لوح صاج فكت أنا صممت أن والدي يجيب لي اللوح الصاج دوت وأعمل للألم الحبر وأعمله في الدوايا وأكتب على لوح الصاج حروف الكرآن الكريم وحفظت الكرآن الكريم ففي الفترة دي كان صحابي يعني يشوفوني اللعب أنا كنت بعملها من فوارغ بتاع الأكل وكده وكان بما حدي منهم يبقى معاها ساعة ولا حاجة بوز يجيبها لي أعمل له لها بطارية كنت بساخد من كمان دا كنت بتطبع حاجة متالب لا دي مكوة المكوة بتطبع بيها حاجة ولا بتكوة أنا اشتغلت فترة مكواجي اه اشتغلت فترة مكواجي ما شاء الله علي مكواجي يعني اللي هو مكواجي رجلي اه هي مكوة حديثة بس بكتبع باكو بيها برجل اه اه وده الساعات وده ايه بتصلى حاجة هنا محل اه وبتعرف تتحكم في اه فضل الله اشتغلت في جميع المركات وعشان انا قاعد في القرياف فطبعا الناس اللي عندها في القرياف مش لابسين ساعات مركات عالية فاشتغلت في المهندسين ومصر الجديدة عشان اشتغل في المركات العالية الروليكس والأوميجا انت من بلد ايه عمل قرية ريفية اسمها كفرح جازي منشية الاناطر امبابا جيزة ونعم الناس والمواصلات كان بتتعبني وكده صممت الدروكسون في العربية انا وخرط صديقي عملت له قلت له على الفكرة وبقيت وقف معه هو شغال دي تركب هنا ودي تركب هنا وبفضل الله نجحت انه عملت الدروكسون في العربية ازاي بقى الدروكسون فين بتاع الدروكسون عاملوا في الرجل الشمال ايه الدروكسون تحت اه في الرجل الشمال ادوس سنة قدام سنة صغيرة العجل يحوى تشمال ادوس سنة ارفع رجلي الفوق والله براف العجل يحوى دي منه مساء الله اه بس ليه ترخيص او ليه حاجة كده يعني ممنوع هو المرور قال لي ان ما فيش بند هنا في مصر ان عربية تيمش بدون دروكسون متتساق بالرجل يعني لسه ما وردش عليهم حاجة زي كده اه وبتعمل ايه ازاي ما كان مش في الحزبان ان فيه ساعات هيصلح ساعات برجله اه بس موضوع العربية مثلا ما عداش صح يعني ممنوع لحد الوقت تتمشي بيها ولا بيشوفوه اه لا بمشي بيها ففيه يعني رجال المروري هنا في مصر فيه يعني فيه رحمة فيه انسانية دي اللي هي الطباع اللي عند المصريين بتتحرك بيها عادي و بتسافر و تطلع على الطريق بتتحرك بيها و و اشتغل بيها في المنطقة الصناعية في سابقات قوة اه بتتحرك بيها ممكن افضل شغال بالعربية 12 ساعة اه طب و لما روح تتشتغل في المهندسين زي ما انت بتقول بقى في الساعات اه ما نعارف صحاب المحلات مقى مثلا ولا دي محلاتك امتا لا هو انا كنت باجي على محل معمول مكتبة او كده اعرض عليه و اقول له هاخد جزء من المحل اعمله ساعات تصليح ساعات طب هتصلح الساعات بقول له باصلح برجل اوريه فيفرح فقول له انا انت هتجيب لزباين حتى ما كنت اشتغل كان ميجي زبون هايصلح الساعة طبعا بيسيب الساعة وهيجي اخدها بعد فترة مايلاقيني باخدها منه برجلي فيصر ان يشوف الساعة بتاعته تتعمل ازاي طيب احنا مصررين برضو عايزين نشوف الساعة بتاعته تتعمل ايه فيها بس ما شاء الله الله يبرب علي تلاقيه الارادة والعزيمة تعمل اياه طبعا ما شاء الله ان شاء الله لي لانا معرفش افتحها بايدي ايه ايه اذكر فيلم بايوما فاندي اه بتاع يوسف واهبي ايه هو كان بيصلح الساعات وغوي بجآ اه وبالك الكام سنة بقى المراجب بتصلح الساعات دي انا اشتغلت في الساعات من وانا عندي اه اه اربعتاشر سنة او تلاتاشر سنة انا سيني الوقت وحد واربعين سنة ماشاء الله ماشاء الله بناديك الصحة طيب وإزاي بتفك المصور لو يعني لو ألووز بيتفك بفكه هاتي بفكه بالمفك لو فيه مسمار بتحكم فيه كده يا سهلا الله الله طيب صعبه صعبه عادي آه عادي وممكن بفضل بقى طبعا فكتي المكنة المكنة فيها خمس ست تروس وتخته تحت وتخته فوق اللي هم مسكين للدروس الشاسية بتاع المكنة بتفضل رجلي مستمتة كده ممكن بالنص ساعة وشغال بقفل في الساعة ماشاء الله نظرك كويس ما بتلبيتش من الضارة يعني ولا حانا وبفضل الله ومن أنا كان عندي أسر نظر فكنت لابس نظارة نظر إما مهنة فكنت شغال بنظارة النظر كويس كنت بشوف من على بعد ما كنتش بشوف كويس من على قرب كنت بشوف كويس بالنظارة فجيت إما العمليات اللي هي اللي هي جديد عملت عملت الدكتور ربنا يكرمه عملها لي بخفض للسعر وكده عملتها ففضل الله بقى النظر معي تمام حتى في السواقة كنت طبعا أجا توضع ما أجا صلى النظارة تقع بتاع فكتبت بتضيقني فما عملت العملية دي الدنيا الزباط لك أنت من بعيك تشوف المصمار الصغار اللي في السعادة عادي الحمد لله حتى لو على نور ضعيف لأن من الاستمرار ومن الممارسة مكان كل حاجة في الساعة بعرفها فيه حفزت حفزت كل حاجة فيه يعني ببقى بأتكلم مع الزبون أو حد وشغال فقالة دقيقة عادة ما فيش المكان بتاع الساعات كله بيوزهي بعض من جوه لا السويسري يختلف والياباني يختلف والصيني يختلف كل حاجة لها نمط ونظام في تركيب المكانيكا بتاعت بتاع المكان أقوك لا تقدم ثانية ولا تأخر ثانية فاكر فيلم ده بعد إذنك يا أستاذ زمير سأره السؤال طبعا يا أستاذ يعني المهارة ما شاء الله في رجليك دي ما استغلتها في الكرة كنت بقى لعب بكات من أصبعي كنت بابقى واقف عنده الجول طبعا البكات بواقف قدام الجول أشهوته الكرة توصل للمرمة التالي طيب وكن طبعا وإحنا أطفال طبعا كنا بننشل بالطوبة على حيات كده كان النشال بتاعي ما يخيبش برجل برجلك لو محمد صلاح سمع الحكاية دي هيلعب برجله بعد كده أي يعني أي لعبة وإحنا أطفال كنت بقى بقى لعبة معهم عادي ما شاء الله ربنا أكرمك عم رجب وابسطنا جدا نحن أشوفناك الله يخذني ونورتنا الله يخذني إيه موضوع السبح معاك بقى آه تتفقلي بيها مثلا قوي لأنا لو نسيتها بس أنا الحمد لله عمري بابرنسها بس لو نسيتها أحس إنها هيجرى لي حاجة وإيه نفس السبحة أو اللي عندي كذا سبحة هي دايماً السبحة الحمراء كانت فيه واحدة بس تقطعت فجبت دي بديلة يعني وده فالوحش بقى طبعا عادت معي عشرين سنة خمسة وعشرين سنة يه وموجودة لغاية دلوقتي لضمتها تاني تاني بس أنا بس أنا مسكاها من سنة ما عملت أول بطولة ليا في الفيديو كان مسلسل اسمه لا مسلسل لا مسلسل لا مع يحيا الفخراني وقصة مصطفى أمين وإخراج الأستاذ يحيا العالمي الله يرحم فالمسلسل نجح قوي فأنا كنت بمسك السبحة دايماً في البيت فبعدين قلت أنا إيه اللي يحصل يعني لو أنا خرجت بيها ابتدت أخدها معي وأنا في العربية في الطريق لغاية للستوديو ابتدت أسبح وأنا في للستوديو فحسيت أن أنا بحس فعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب حسيت بالجملة دي قوي فقلت طب وأنا إيه اللي يدايق الناس كان فيه طبعا الناس بيتريقوا علي وفيه نقاط يكتبوا قاعدة مسكلنا السبحة قال يعني يعني سبت اللي الكلم يتكلم بدي حاجة بيني وبين ربنا وأنا ببقى متطمئنة وأنا مسكأة يعني ممكن إحنا في فاصل دلوقتي أو بنسمع أبنية تلاقيني في اسم كده جاء على بالي من أسماء الله ألاقيني بذكره بارتاح داي دايق الناس في إيه فمن ساعتها بقى ليه ورد فبقيت مرة في مرة أبقى لسه مخلصتش الورد ودخل على الستوديو فروح دخلها للستوديو بيها أكمل ما بين المشاة فخلاص تعودت عليها بقى فبقيت أنت برحتك أنت تعمل أنت إذا أحبش لجي عندي فشيء جميل يعني شيء ما محضرش حد طبعا أجيب له وحدة غالية أول لسه ما تضيت هالهاش بقى أجيب هالهدية؟ إن شاء الله ده أنا بحب السبح بعشاء السبح نعم وكل صحابي عارفين أن أنا بحب السبح فكل حد يحبي يعني يبسطني يجيب لي سبح سأحزبك عليها بعدين أنا غالية شوية عندي سبح كتير قوي بس تلاقيني بحب لا أنا بعد ما نخلص بقى السهرة دي أنا فرجيك على شوية سبح حسنا برضو أنا مد من سبح والله بس هفرجي على حاجاتك تبسطي أوبا يا شيخ هتديني منهم؟ أه طبعا هتديني حاجة؟ لا مش منهم هجيب ليك واحد أحلى منهم لا بلاش هجيبلك دي هاخد مؤقتا لحد ما تجيب لي راهن ها مش هتدشيبك تلسيب لي خلاص ها يا ريتلي ما قلت يا ريتلي ما قلت كنت جبت لها على طول على طول ربط نفسك أعلموا سأل سامير لما الواحد بتتفرج على التلفزيون أنا عن نفسي مثلا لما بعد أتفرج لما أتفرج عليكم طبعا يعني بقول يا الناس دي ازاي كانت كانت ازاي بتخرج ازاي بتتبسط ازاي شلة زي دي ممكن تبقى أصحاب مع بعض يعني لما تيجي تشوفوا سأل سامير غانم السادس عاد الإمام السادس رجدي أبازة يعني فيه كذا جيل كده جي فترة اشتغلتم مع بعض طبعا كذا مسعيد صالح الله يرحموا مسعيد صالح الله يرحموا السادس جورج سيدهم ديف أحمد يعني فيه حاجة كم رهيب من النجوم لو أحد بتخيل نفسه لو كان في الجيل ده كان ممكن يبقى عامل ازاي فنسعر انتو شلتك مسكت عبارة عن مين من فترة دي لا هو أنا عشرة أنا كنت جمعت اسكندرية جورج كان جورج في عين شرم دي قبل الشرطة يعني دي قبل الشرطة لا دي بعد الشرطة دي بعد الشرطة دي تتخركت ما كليش شرطة لا ما تخرجت خركت هم خرجوني سنتين وطلعت الولد كان شرطة الله يرحمه فبسيط لها تافزي جواك كلها كده أنا مشوخة بالي مش ما حبيتش طبا مش ما حبيتش لأ حبيت بس كان نظام الحقوق ده صعب قوي يعني ما حبش أنا دروس الحقوق الصم دي وبتاع يعني دروس الشرطة سهلة لزيزة رياضة وحاجات كده حاجات بسيطة إنما الحقوق دي يعني نجحت وفرقت معايا علم علم واحد لو كنت نجحت فيه كنت روحت سنة تانية اتنقلت بعلمية كان مستقبلي بقى حاجة تانية خالص إنما سقط في العلم ده فرقت طب الحمدل أنت سقط الحمدل يعني هي كده ودفعيتي معظمهم يعني مين بقى ساعتها كانت شلتك بعد في الفترة دي في الكلية؟ لا في فترة النجومية بقى دي النجومية بقى لا النجومية كانت كلهم يعني عوام سكندرية كان احنا كنا مع بعض زراعة محمود عبا عزيز على الله يرحمه معايا زراعة محمد فاضل المخرج معايا زراعة كان فيه واحد عادل نصيب ده عايش في أمريكا دكتور دلوقتي ده اللي عمل سكتش اسمه دكتور الحقني كنت أنت صغير بقى فيها دي أو ما اتولتش دكتور الحقني ممكن عاي آه ما اتولتش لا طبعا يعني بس اسمعت عن دكتور الحقني آه ده كان سكتش قلب الدنيا دكتور الحقني ده كان هو عادل نصيب ده ومحمود وكانت مادام ساميرا عبدالعزيز في جامعة سكندرية قالت لي أنها كانت في كلية الأداء أو أداء سيد فلب عبد الكريم الممثل اللي ارحمه دكتور سيد عبد الكريم آه ده كان أستاذ أنا بقى في زراعة الزازي وبعدين كان نور دي ماداشوا لمسك الفرقة في سكندرية يعني كان هو اللي بيجي مرا الفرقة تعرف أنا مثلا إيه كنت منوعات مسك المنوعات في كليتي ما ليه زعب التمثيل بقى والعماقد وحقا لا أنا الفرايتي سكتشات وحقات كت فكان المفروض إيه إن سافر أسبوع شباب الجامعات ما بيتعاملش دروقات أسبوع شباب الجامعات كان جميل بيبقى مهرجان يجنب كان مفروض في سوريا وأنا نفسي أسافر سوريا من كمسك الشغلة عندنا الأستاذ نور دي مرداش الله يرحمه هو الكمسك جامعة سكندرية وحيد سيف الله يرحمه فكان عامل مصرحية فكان لازم أنا أعمل أي دور عشان أسافر مع فريق التمثيل فكنت بقول جملة في رواية بس جملة في رواية باللغة العربية سيدي أهيئ لك الحصان الأصمر بس أهيئ أهيئ دي الوديت نبداية أهيئ 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 سوريا وفرحان وسوريا وقتها كانت أز جمال سوريا وطول عمرها الجميلة سوريا بس إيئ بقى كنا شباب بقى هناك بقى وتأكل التوت عصير التوت وانت ماشي كنت حاجة وطلعت في المسرحية بس داخل سيدي ونازر أحفظ فيها طول السكة دخلت في المسابقة بقى قلت سيدي أهيئ 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 بزت الرواية أهي الله ما زفرت السور لا موصلوا منك موصل الرواية أهيئ بس فساعتها بقى علاقتي بالأستاذ نور دي مداش حبيب قلبي لأرحمه كان جميل يعني لأرحمه فهو اللي كان طلع الشلة دي كلها الجروب ده كله جاء جورج بقى وبعينا مع بعض وعملنا السلاسة وبدأت بدأ التليفزيون دخلنا يعني تاريخ طويل بقى حبيبي ربنا أديكم الصحة طبعا عددكم ما تشبعش منها وانا محسوس إنها عادت معكم من أرضا وانت كمان احنا سعداء بيك جدا واتمنى أجيلكم بقى مرة تانية ونقعد بقى لنا بحبوكوا ربنا أعب بناتكم بجوازاتهم بالعيلة كلها وإحنا كلنا بنحبك ربنا أخليكي ونورتوني الله يخليك شكرا